بس دي نقطة مهمة جداً أنا حابب أن أتكلم في الكورة دلوقتي أنا عجبني الحكاية دي أحسن من الحاجات اللي هي العامة مثلاً بيب جورديولا لما جيه قال لك أنا رجل بتاع دبال لابنة اللي بشتغل من تحت أنا اللي بشتغل من عند حراسة المرمى غاير حارسين 3 في مانشستر سيتي لحد ما جاب إدرسون عشان يبني بشكل كويس من عند حراسة المرمى ويدي كرات طولية وخلاف حتى الحارس البديل جابه بيعرف اللي هو أورتيجا بيعمل نفس الكلام لأ في باير ميونيخ رجعت شابة ألونسو سينترباك مع ديفيد ألابا والناس مش مصدقة عشان يشوف ناس بتمي لأ عشان يبني بيهم بالزبط كده بس الفكرة في إيه أنا عايز إمكانيات أنا مش قدر أعمل كده أنا عادت أغير في العيبة وأواء وأواء عشان أعمل إمكانيات أنا مكرب عندي فكرة عظيم جداً بس ما عنديش إمكانيات لعبين يعملوا الفكرة ده هذا أنا خد عايز أقولك الموضوع ده أصعب إن فيه متجارس إدارات كتير في مصر عندها ما تؤمن بيه تجاه التجربة دي ولكن يخاف يجب مدرب كده هو عايز هو متخيل كده المدرب اللي هيجيله على التجاري ما فيه ناس كثيرة جداً على مدار التاريخ لابت قدام فرقة كبيرة جداً أهل وزمالك وخسر بالكورة دي صح اللي أنا أصد أكلم فيه مهم جداً أنك تؤمن بالجواك بس لازم معاك إمكانيات مش شرط أنا لعبت قدام الأهلي بمصر السلوم إمكانيات محدودة جداً للعيبة اللعيبة تطورت بشكل كبير جداً ولكن ناس كتير جداً كلمتني قالت لي هو أنت هتبني قدام الأهر هو أيه الخوف في حالة رائعة الأهلي كسب واحد صفر في الدقيقة ستة وسبعين والناس كانت بتكلم عن وحشة الأهلي مش بتكلم عن فرقة يعني قدمت حاجة كويسة ودي نقطة برضو لازم الناس تخرج منها لما في فرقة هتكسب الأهلي والزمالك أو تكسب الأهلي والزمالك في فرقة كويسة لما في فوتشار بيكسب الأهلي والزمالك هو فرقة كويسة مش لازم الناس تتكلم عن الأهلي والزمالك وحشية دائما نقول كده لما بطلع الأهلي والزمالك يخسروا أمامكم يلعبوا تشرتات لعيبة مميزة مدير فني محترم عملوا شغلة كويسة فتفوقوا اسمعوا تفوقوا مش خسروا يعني الفرقة التانية اللي فازت طبيعا يعني طبعاً قد يس في الدوري دلوقتي مين اللي بيقدموا كرة الناس اللي هم عندهم فكر معين بيشتغلوا بيه قطنعلي ماهر رجل باتشيكو الزمالك الناس اللي عندها مع برامد سوري يعني طبعاً يعني في مستوى طبعاً ما عليك لو إحنا جينا طبعاً لو إحنا جينا تكلمنا على مستوى الشغل ومستوى شغل كل مدرب ممكن طبعاً تتكلم من هنا لمقرة يعني ولكن الفكرة ما بقيتش موجودة في العالم خلاص يعني فكرة الكرة التانية مش كتير موجودة يعني حتى نونسانتوس في الاتحاد جدة أول ما بدأ بدأ على فكرة شخصيت التيم وبدأ يتكلم على فكرة الكرة التانية ولكن هو بيجيبش الكرة ده لفرقة لا هو بيبني وبيطلع وبيشتغل بالكرة عادي لأن هو الموضوع مفوش ريسك طول ما انت بتشتغل بوزيشان كويس وطول ما انت فاهم انت بتعمل إيه الأمور مش مش شكلية كيف حل بيبنيك